يقول ما عقوبة من يعمل بشرع الله ويؤدي الصلاة والزكاة ولكنه يعمل الكبائر وبعض المعاصي ما عقوبته في الآخرة كذا كنت أحكذا هذا من يعمل الكبائر فإنه متوحد متوعد بالعقوبات في الدنيا وفي الآخرة إذا كانت الكبائر عليها حدود في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده وجلد القالف وإقامة القصاص عن القاتل فإنه تجرى عليه العقوبات في الدنيا وفي الآخرة مهاله من الله سبحانه وتعالى لكن نعتقد أن مرتفب الكبيرة لا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان وأنه اعتبر من الناقص الإيمان معرض للوعيد إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه فالحاصل أن الذنوب سواء كانت كبائر أو صغير فإن خطرها شديد ولكن الكبائر أشد ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالموبقات يعني المهلكات والعياذ بالله الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما ترجمة نانسي قنقر